مسألة أنت صبر صبر والتزام لماذا؟ لأن الإنسان عندما يدخل بالماء وهو يتقاطل يدخل به الجامع هذا ما ظننا لنقل الوباء نحن موش قضية الوزارة ميش حباء أو ضد الوضوع من يقول هذا الكلام؟ أننا نستغرب من من يحمل يعني الإدارة أنها لا تريد أن تنفس على المسلم نحن من السنة أن نتوضع في البيت كما قالوا إخواننا في اللقاء الفتوى ولكن ثقات لجنة الفتوى مع اللجنة العلمية ودرسوا هذا الموضوع وموضوعات أخرى تتعلق بشأن الوباء وبعلاقته بالمساجد والمرافق الدينية عندنا مدارس القرآنية والزاوية ولكن ما زال هناك تخوف نصبر أسبوع أسبوعين نصبر حتى نعرف ما هي طبيعة الأيام القادمة في موضوع الوباء وحينها سيكون ما يريح المواطن